بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل السابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء يا جماعة هنكمل كلامنا عن Disk Scaling Algorithms وهنكلم عن لغة جديدة اسمه C-Scan طبعا من اسمه C-Scan يعني واضح انه شبهي للسكان لكن بأكيد الطريقة تتغير دلوقتي طيب اذا بنقول ان C-Scan similar to scan but rewinds when reaches end لكن نبتدي مع بعض ونفترض خط الاعداد قدامناه زر حتى اتفقنا مع بعض وان التراكس مرتبة على خط الاعداد بنسبة وتناسب تقريبية وان الكلو اللي احنا بنفترضه كل مرة زي ما انت شايف كده وان الهد واقف عند 53 احنا قلنا ايه مع بعض قلنا في الاسكان خلي بالك راجعك للسكان قلنا في الاسكان بنبتدي من عند الهد ونمسح جميع النقط الموجودة في الكيو في احد الاتجاهات لاما اليمين لاما اليسار طب تعالوا نفترض في المثال دوت ان احنا هناخد ناحية اليمين كده واحنا ماشيين مع بعض معي اه هتمسح النقط مين هتمسح الخمسة وستين سبعة وستين تمانية وتسعين مية تنين وعشرين مية اربعة وعشرين ومية تاتة وتمانين لغات ما نوصل لنهاية الايه اطراف الاول في النهايته عند المية تسعة وتسعين لازم يوقف عنده طيب، حتى لو التسعة وتسعين مش موجودة في الطابور حتى لو بيرمية تسعة وتسعين مش موجودة في الطابور، لازم يوقف عندها طيب وفي الحلقة قلنا ايه في السكان خلي بالك قلنا لابد بعد منصل لان نمسح جميع النقاط اللي موجودة في ايه في اتجاه واحد نرجع نتاك نمسح جميع النقاط اللي في التجاه الاخر يعني مطلوب من الوقت ان احن يخدم العربعة واثر واسبعة وثلاثين لكن بطريقة السيسكان بيقول ايه بيقول احنا لازم نقول لكم دلوقتي ان المية تسعة وتسعين دهية يا جماعة نقطة متطبقة على النقطة اللي قدامها يعني النقطة اللي قدامها مش احنا اتفقنا دلوقتي انك انت في حالة سيلندر شايفينها اه شايفين يا جماعة سيلندر اه السيلندر انا عايز ناخد خط مقطع كده فيها عند النقطة دي كده مش النقطة دي لو احنا فتحناها ان تتبع هذا الايه هذا الاتجاه شايفين اه في نفس الوقت النقطة دي هي كمان ترى الاتجاه الاخر ما هو current معي اذا ممكن ان تقول tun actuals is lotto intubfectant نقطة لمساحة اليها ايه ونقطة تانية عن المساحة اليها مين ها بيك اذا لو فرقنا الاتجاه كده وعملنا نشط واحد كده اه لو ترerto هتلاقي النقطة دا هي التي تتبع ايه هيه النفسها متطبقة عند النقطة التي تتبع بيك يعني النقطات دين الو موجودين بالفعل فوق بعض. ماش كده؟ آه النقطتين دون يتطبقوا على بعض. ما يا جماعة؟ اذا في الحالة ديت انا بقولي المديام دي سلندر يبقى النقطة ده هي نفسها النقطة ده. اذا النقطتين متطبقين. يعني مفيش ما بينهم مسافات. ده في حالة مين يا جماعة؟ في الحالة السلندر. ماش كده؟ جميل. لو احنا قلنا كده يبقى معناه ان انا ممكن اتجه من النقطة ده ايه؟ دون موجود اي مسافة. دون ايه؟ بس لأي مجهود اي مسافة هم موجودين مع بعض الوقت يا جماعة. معي؟ فعلا. اذا اقدر اقول بقى ان انا بعمل ايبقى الريوينز يعني بروح لها من الاتجاه الاخر. يعني من هذه النقطة بتجه للنقطة ده هي شايفينها؟ بس من الاتجاه الاخر. معي؟ اذا في الحالة دي يا جماعة انا وصلت للنقطة دي بكل سهولة. مرتاحة جدا لان انا اصلا وصلت لها من ايه؟ من الاتجاه الاخر. جميل. ابدأ اقف عنده النقطة دي. واكمل كلام وروح لمن لله 14 ولل 37. طيب والمسافة دي كلها جماعة. تحسب لما ايه؟ لما ايه؟ احسب المسافة الكلية. المسافة دي كلها؟ بقول لك لأ. هذه المسافة لا تحسب بها معلها غلطة. لا تحسب في المسافة الكلية. ليه لا تحسب في المسافة الكلية؟ لانك انت اقولت لك ان النقطة دي متطابقة مع النقطة دي. ايش كده؟ عملنا ريواينز. يعني تطابقة النقطة دي مع النقطة دي. اذا لم يبزل مجهود الهد عشان يصل من النقطة دي للنقطة دي. اذا المسافة دي كلها هي مسافة رمزية وليست تتدخل في الاعتبار عند حساب المسافة الكلية. عند حساب عدد السيلندرز. طيب لما نيجي لحسب دلوقتي عدد السيلندرز في الطرقة دي. يقول لك احسب كل اللي انت مشيته في معادة ها الجزء ده بس. ما تحسبوش. يعني هيبقى كامل. عند نمبر عدد السيلندرز هيقول لك كده. احسب الجزء ده. اللي هو بالمية تسعة وتسعين. ناقص انت تحتوي خمسين. معاي؟ والجزء ده من كامل كامل يا جماعة. ايو اغرف عليك. ها من السبعة والتلاتين. ناقص الصفر طبعا اني هو السبعة والتلاتين. وتدمج الحسابات. معنى ايه? انك تحسب دي زائد المسافة دي كمانا. يطلع لك المسافة الكليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.